هذا مبو عسكر الهيئة وعامل البداع بدأت هذا الشيء بأنه يقض على خلفية سعيد متر وهو تحليل علمي فكتوال على الكذب السعيد وعودوا الكذب الفشاة المتاع ني بلوس نموع اما هيئة مبو عسكر قتلك ليرة وهذا صبر اراء نحن نتلعون شعب كم الغالط ونفهمون ما هو صبر اراء و ما هو صبر اراء وكان مبو عسكر وهيئة مبو عسكر ويعرفون وبعد ما هو هما نحاوا وطايحوا باشا متراشحين مع فهم منذر ازنيجي عبلتي في المكة وعمادة دايمي عمادة دايمي على الشرط الجنسية الاخكهو دي جاهبتص في الرايد الرسمي اللي هو انا تخلى على الجنسية متاعه الثانية والاخرين على التسكيات والبيت رواء طايحو لهم عدد محترم من التسكيات وكملو شرط عليهم البيت خواء المحكمة الإدارية حكمة الفايداتهم حكم بيت اللي هما راهي الشرط الجنسية غير قانوني وراهي لزي التسكيات اللي نحاتهم بالغلط نعمتها لذي يثبت انها لزي منحازة ومهيش مستقلة ومهيش نطخ حاصلوا المهم المحكمة حكمة الفايداتهم هذو ما تلثاني هما يرجعوا للسبيق تعالى انتخابات دوك وليو عنا ستا متراشحين للبرزيدانسي المشكين تلثا كهو نهات اللي هبطوا القرارات تعالى المحكمة يبخروا يقدم سيبو عسكر وقال لك القرار الأخير هو يعود الهيئة العلية الانتخابات ونحن نخذو بعين اعتبار الحكم المحكمة الابتدائية ونزيدون نخذو بعين اعتبار القضايا الأخرى العدلية والجزائية الدرشنية معناتها حسب ما فهمنا نحن حسب فهمنا المتواضع سيبو عسكر قال لك ليرا ومهيش معتها محكا إدرائي راي مهيش هي قال دونك احنا ننفذو مازلنا هنا تنخذو بعين الاعتبار ونحن يجعلنا القرار وكملو تسايبو عادة كالجماعة ذوكم على تيك توك والفيسبوك وكل والي ويفتيو وقال لك خرجونا بدعة جديدة قال لي المحكمة الادارية ان فات راهي جوش تهي تعمل الحكام اما غير الموقع القضاء الاداري متاع دونك اسمعت في لايف تيك توك القضاء الاداري متاع هيئة مستقل الانتخابات هو اللي يحكم والهيئة مستقل الانتخابات هي اللي عندها السلطة العليا بيش تحدد شنين القائمة متاع المتراشحين القضاء الاداري ما معتها قرارات النفخة ونشربو ميها وممكن نسكروها ظهر لي خير جوش تحبيت نزيد حاجة اخيرة على قي سعيد اللي موش عم في حمل انتخابية بتحركات انتاعوا اللي هبط فيها على الاذاعة والتلفزة وعالباشتع الرئيس الجمهورية هذي مقارنة وندخل تحركات اللي عملها قي سعيد في جوية من المنطقة والتحركات اللي عملها في جوية من المنطقة وانتم احكموا احدكم ممكن هذي حمل انتخابية ونحب نفكر انتخابات هذي سيكون فرصتنا بش نمنع بلادنا من يجين تقايس سعيد والشعبوية المقيتة والكذب والبلاد اللي هزها الهوية ونشالله القرارات على محكمة ادارية ترجعت فينا روح ورجعت للامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة